في خبر آخر أعلنت وزارة تربية الوطنية والتعليم الأولي ورياضة أنه تم تسجيل 2596 حالة إصابة بفيروس كورونا بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية بمختلف جهات المملكة في الفترة الممتدة من الرابع للعشر من يناير الشري وكشفت الوزارة في نشراتها الأسبوعية لتتبع الحالة الوبائية بالمؤسسات التعليمية عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك أنه تم إغلاق 36 مؤسسة تعليمية عمومية و17 مؤسسة تابعة للبعتات الأجنبية بعد تسجيل حالات الإصابة بها فيما تم تعليق الدراسة ب131 فصلا دراسيا وأكدت الوزارة أنه تم تسجيل 116 إصابة بجهة طنجة تدولى الحسيمة 39 بجهة الشرق 67 بجهة فاسم كناس 65 بجهة درعة تفيلالت 39 بجهة مليم للخنيفرة 469 بجهة رباطس القنيطرة 1193 بجهة دار البيضاء سطات 378 بجهة مراكوش آسفي و191 بجهة سوسماس 30 بجهة قلميم ودنون وعشرة بجهة العيون سقي الحمراء فيما تم تسجيل صفر إصابة بجهة الدخل ودي ذهب